هذا الاجتماع يناقش واحدا من أكبر تحديات التي تواجه عالم اليوم ففي عصر الثورة الرقمية انتعشت المعلومات المضللة وباتت تشكل تهديدا حقيقيا لبناء الثقة الأمم المتحدة طالبت بتعاون بناء بين القطاع الخاص والحكومات نحتاج إلى تعبئة موارد مالية أكبر لمواجهة هذا الخطر فإدارة المحتوى والمضمين كما نعلم مكلفة للغاية وللأسف لم تستثمر الحكومات والقطاع الخاص ما يكفي لتقلص المخاطر وكذلك هناك مجموعات لغوية مستثنات من الوصول إلى معلومات دقيقة وصحيحة المشاركون وقفوا عند ضرورة التصدي لنشر المعلومات الكاذبة لا سيما في ظل أزمة كورونا وتفاقم استراعات في نظر شركة فيسبوك واحدة من أكبر منصات المحتوى في العالم فإن مواجهة هذه الظاهرة يمكن أن تنجح باعتماد استراتيجيات أساسية للاستجابة للتحديات الحالية علينا تعاون مع الشركاء لإخضاع أي معلومات لقواعد سياستنا التي تعتمد على حذف أي بيانات تشكل تهديدا مباشرا وماديا للحياة وتقليص تدفق البيانات التي ليست خطرا على السلامة الجسدية فضلا عن اعتماد إجراءات تقنية للتقليص من البيانات المضللة ركزت منظمات غير حكومية على مسألة التوعية وحث الحكومات على السماح بالوصول السهل إلى المعلومات من مصادرها انتهى هذا الاجتماع إلى الخلاصة التالية التحول التكنولوجي الذي يشهده العالم ورغم إدخاله الأخبار المضللة مرحلة الازدهار إلا أنه في المقابل أنتج حلولا يمكن أن تضع حدا لزحفها إذا ما وظفت بشكل لا يتعرض مع حريتي الرأي والتعبير وضمن هذه الحلول تكنولوجيا الذكاء الصناعي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك عبدالله ماسي الحرة